ايه زيكم يا جماعة عاملين ايه يا رب اكونوا خير النهاردة هتكلم على توقعات الاسبوع الاول لشهر يناير لعام 2021 لاصحاب برج العزراء برج العزراء احنا عندنا خلال الاسبوع الاول هو متميز حلو فيه تغيرات كتير لكن عندنا بعض العكسات شوية يعني ايه الكلام ده يعني احنا عندنا انت كل ما بتحس حاسس بدغوط حاسس ان انت الجو مش مساعدك مش متهيق نفسيا ان انت عايز تعمل وتعمل وتعمل بس مش عارف تعمل ده عايز تزور حد مش عارف الجو بيسرقك الوقت بيسرقك حاسس ان انت كمان كنت بتغير حاجات كتير كنت بتحاول ان انت تستعجي الامور بتحاول ان انت تخلص مصاريف عليك او ان انت تقلص اقصاد او ان انت تعمل وتعمل وتعمل ولكن للاسف بتلاقي ان كله في الاخر مفيش جدوى مفيش ايجابية جاي من الموضوع مفيش فرصة فانت حاسس ان الدنيا بتقف اول تلات ايام هو اللي هنكون كده هتحس ان انت بين بداية السنة بتقول الا ازها اللي انا فيه ده لكن هب مرة واحدة هتلاقي عندك انفراج مرة واحدة لقيت ان انت التغيير بتاعك فقط النفسك بعد ما عدت النفسك فقط في خطوة كانت مش عارف تجيبها او توصل لها وصلت لها عندك شخص هيجي ياخدك يقولك اهد طريق اللي انت تمشي عليه عيد الامشي على ده انت كنت ماشي في طريق حاسس ان انت في سباق والسباق ده انت مش عارف توصل لنهايته او اخره فبتبدأ ان انت خلاص بقى هتبدأ عندك حالة من اننا خلاص انا عايز اعمل كذا وخطط لكذا ودنيتي كذا فعندك بالفعل انك خلاص هنبدأ انفراجات هنبدأ نشوف نفسنا هنبدأ في السعادة هنبدأ اجواء عاطفية سعيدة هيكون عندك عرفت ان انت تعمل ايه واحد اين تلاتة فالدنيا تبدأ حالو امورك المهنية بعد ما كان هيكون فيها واعان لأ هتبدأ ان انت تعلق هتبدأ تاخد خطوات جديدة هتبدأ ان انت تقول انا من النهاردة هعمل وهعمل وهعمل وخطواتي كذا بدأت تفوق لنفسك بدأت ان انت تقول لأ انا مش هارضة بكذا انا لازم اكون في المرتبة المعينة دي خاصة ان انت عندك اشخاص منافسين المشكلة كلها انك هتكتشف ان الحل مش في المنافسة الحل انك تنافس انت نفسك وتعلم نفسك وتبص المستقبلك فلما تكتشف او توصل للنقطة دي هتبدأ ان انت تقول يلا وتنطلق وبجدارة فشفتوا الاسبوع ده عندنا ماشي ازاي يعني من هبوط لصعود بشكل قوي من تغيير ايجابي المفروض وهو ده هيكون ايجابي بس انت شايفه ان هو ولا لي لازمة هتشوفه كده فهتبدأ تغير للاحسن والافضل المصلحة اللي هتعم عليك من ناحية التغيير هي عيون الاخرين ان هيكون فيه اشخاص كتير شايفة فعلا فعلا ان فيه تغيير قوي عندك التغيير ده هيكون الوضع العاطفي يعني هيكون فيه حب هيكون فيه الماضي عايز يرجع ان حب جديد عايز ان هو يبتدي هيكون فيه معجبين كتير فيه اشخاص هيقولوا احنا بنحبك احنا بن يعني فيه من ده فيه اعترافات حلوة ولزيزة عندك كمان فيه مشاكل كان لها علاقة بوقف كده الدنيا كانت وقفة في الامور العاطفية لا هتبدأ انها تتحل هيبدأ فيه تصالح ما بينك وما بين الشخص اللي انت على قصومة معاه الوضع العاطف هيبدأ ان هو يكون بعد في بداية في بداية الاسبوع الاول هيبقى فيه جدل 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 ونقشات وممكن توصل كمان لحد الخلافات وان احنا هننفصل لكن بعد كده تبدأ الامور تتحسن جدا جدا اكتر الاب راجل هتتحسن خلال الاسبوع ده وعندك كمان فيه حاجة مهمة جدا جدا الانتقاد بتاعك مش هيكون عندك انتقاد لأ هيكون عندك انك عايز تصلح انتقاد انت عرفته لحد قبل كده فيبدأ عندك حتة او حالة اللي هو طب خلاص طب نصلح طب عذرني طب مش عارفة ايه فهتبدأ عندك خطوات جديدة ده هيكون عندك برضو فيه خلال النص التاني بتاع الاسبوع الاول هيكون عندك بالفعل خطوات جديدة زيارات متبادلة عندك فيه تفاهم فيه تحديد لموعد شيء عندك كل ده يكون بايجابية ومأمن لك امورك المهنية هتبدأ تتحسن هتتحسن بشكل قوي خاصة ان انت ممكن حد يكلمك في شراكة على موضوع الشراكة دي فكر فيها كويس جدا بس انت لو بتفكر انك تشارك حد في امور مهنية يعني تعمله مشروع انتوا الاتنين مع بعض لو الحد ده قريب منك فكر كويس اوي لو الحد ده بعيد عنك عندك شروط في ورق او عقد ده يأمن حياتك انت فعلا عندك مشروع والمشروع ده فيه كلام كتير ممكن يحصل خلال الاسبوع الاول او في الفترات اللي بعد كده بس لازم تكون انت اخد بالك من الشروط دي برج العزراء امورك المادية انت بتصرف خلال الاسبوع ده مصاريف 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 انت متطلب منك مصاريف يعني لكن عندك فيه فلوس جاية اه وهتكون مواخد بالك ان انت داخل مشروع او داخل حاجة ليها علاقة انها تزود فلوسك او تزود راتب برضو اه عندك ضغوط في خلال الاسبوع الاول ليها علاقة بامتحانات او ليها علاقة بمشاوير او ليها علاقة بمثلا بنعلي نفسنا درجة معينة عندك ده هيكون فيها خير ليك يعني هيبقى فيه عندك خروج من المحنة دي خروج انفراج من الموضوع ده برج العزراء عندك امورك العائلية برضو هتكون فيه تحسن بشكل مميز هيكون عندك فيه تصالح ما بين ما بينك وما بين شخص كنت معاه على خصومة عندك كمان فيه فيه ممكن تسمع خبر بيبي جديد او خبر مهم ليه علاقة بزيادة مولود يعني فيه عندك ده جدا يخصك او يخص حد من المقربين لك جدا يعني شيء هيسعدك جدا وهيكون كمان عندك اشخاص كانوا بيحاولوا يستفزوك خلال الفترة اللي فاتت هتستفزوه هيجي لك موقف هيخليك ان انت تستفزوهم بشكل قوي جدا جدا خاصة قربك من الاشخاص دي او الاشخاص اللي انت على خلاف معهم او على خصومة معهم ده شيء هيستفزوهم جدا 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 وقربك للاخرين وانك تكون اجتماعي اكتر ده هيخلي الاشخاص اللي حواليك مستفزين او الاشخاص اللي هم كانوا بيستفزوك الفترة اللي فاتت وانت ما كنتش قادر تصدهم او ان انت يعني عايز تروح تضربهم مليون قلم صراحة بس يعني هتاخد حقك عندك حقه هيرجع لك بالنسبة لامور القانونية انت عندك في موضوع قانوني كان انتهى بوابة وتقفلت لكن يعني كان عندك انك انتصرت فيها والموضوع خلاص تقفل الموضوع هيرجع انه يتفتح او هو اصلا في محاولات لفتحه من فترة وعندنا بنحاول نفتح ونقفل الموضوع تاني فيه فيه موضوع شوية جدلي يعني عندك طيب عامة كمان يا برج العزراء امورك العائلية انت عندك انك هتبقى شايف او عارف ان فيه اشخاص قد ايه هم مش مش لطاف بالمرة هتكتشف ان كان في حالات تقويم وحالات مش عارف ايه وش ماتة من هنا وموضوع من هنا يعني هتكتشف حاجات يعني لكن عليك ان انت تعدي وعليك ان انت تكون مكبر دماغك جدا انا انا كشخصيتي احب ده اوي احب اللي هو ما اكتشف حد ما قولوش ان انا اكتشفتك بخلي انه هو فاهم نفسه ان هو برينس الليالي وانت برينس خليك شامد خليك شامدان كده والدنيا زي ما انت فاهمها فخليك دايما بتتعامل بالمبدأ ده هتكسبه ما بلاش بقى حتة العند والعصبية واصل 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 والانتقادات واللي احنا ما بنزبرش واللي جوانا على لساننا على طول حتى اللغة الانتقادية كل ده سلبي وكل ده هيخلي ان يكون في حالة ضغينة ما بينك وما بين الاخرين اما لما تكبر دماغك ويكتشفوا نفسهم ان هم كتير اغبية هيصلحوا وهيتعدلوا وهيبقى في حالة كده حلوة يعني هتشوف انت بنفسك ده اصنتم عصبيين يعني طيب برج العزراء برضا عندك حاجة مهمة جدا لها علاقة بالامور الصحية انت الوضع الصحي كيناير حلو لكن كالاسبوع الاول مش حلو خلال الاسبوع الاول لازم تخلي بالك جدا جدا من الاجتماعات من اللقاءات لان عندك ده في ان انت تكون معرض لحالات اللي لها علاقة بالعدوى طبعا كورونا يعني لازم نكون واخدين بالنا جدا 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 هو احنا فعلا زي ما بشوفها كده يا مخلطين يا خدنا يا اممشاق بس الحرص يعني الحرص هو طبعا كل حاجة لها نصيب بتاعت ربنا بس نكون واخدين بالنا جدا على الامور الصحية لان احنا معرضين لحاجة لها علاقة بامور العدوى وكمان معرضين ل مشاكل الصحية لها علاقة بالاعصاب لها علاقة بيء كمان صداع لها علاقة بكتر التفكير والارهاق لان خلال الاسبوع ده انت عندك تفكير كتير وارهاق ارهاق ارهاق حال التعب حالة ان انت عايز تنام كتير انا مخنوق انا كسلان انا مش قادر من قطر التفكير انت يمكن النوم هيتحس ان انت بتغمى عليك او بيغمى عليك يعني بس عامة ده من قطر التفكير لان انت بتفكر في النجاح جدا على فكرة انت الاسبوع الاول مسيطر عليك النجاح مسيطر عليك ان انت مش راضي بحالك جدا مسيطر عليك افكار كتير انا عايز احسن من نفسي انا عايز اكون افضل انا عايز مش اعرف ايه انا عايز ايه فعندك ده جدا على فكرة عندك كمان عرضة قوى جدا لحد عايز يباع لك حاجة او يشتري منك حاجة او يؤجر منك حاجة عندك ده جدا جدا يا برج العزراء برج العزراء انا اطولت عليكم بما فيه الكفاية ولكن فعلا انا احبوكم جدا يعني برج العزراء من اكتر الابراج المقربة على قلبي لان بحس ان هما فيهم بحس ان هما شخصيات جوهرة يعني بجد واشخاص سمينة بس هما عبهم الانتقال برج العزراء بحبكم جدا 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 بتمنالكم حقيقي اسبوع ممتع وسعيد ورزيز ما تنسوش اللايك وشارك في قناة طفعين الجرس اشتركوا في القناة